عندنا كمان مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمة الإفريقية أكيد يعني كل الجمهور المصري لا مواعيد المباريات بتاعة مصر الأول بالضبط هنبدأ الافتاح جوالات منتخب مصر هيكون يوم الأحد 14 يناير أمام موزنبيق الساعة 7 مسائل وضربة البداية بتفرق الخميس 18 يناير مصر أمام غانا لا نقف عنده موزنبيق شوية بمعينينا باب نتكلم على خط السير إحنا لعبنا مع موزنبيق في 1986 ومرنا بظروف صعبة جدا وقابلنا الكاميرا وفي نهاية وقالنا البطولة فأنا تمنى أن بدايتنا مع موزنبيق تدينا القصة دي وفي 98 بس كان على أرضك انت عملت وقع يعني حاجات في 98 98 بلين حسام حسن ده حيبص بتوء 98 دي يعني أنا بالنسبة لي يعني هي دي ذكريات مختلفة في كرة القدر ذكريات مختلفة لكن الأرواح بالنسبة لي 2008 طبعا طبعا بس يعني أصل 2008 أنت كنت برضو مرشح فمصر أمام كاف فردي يوم الاثنين وحتكون الساعة 10 مساء أنا ليه بقول لك 98 أنت بتروح يتقال إن أنت روح كده يعني تخرج على البطولة من الملعب ويتعالها وطبعا كابتن محمود الجوار ربنا يرحمه هيا الفريق نفسيا وعمل الشغل ده بشكل كويس فدي بطولة مختلفة أنا دايما بحس أن البطولة اللي هي جات في ظروف صعبة أو جات وإنت ما فيش روحون عليك أن أنت البطل دي هالدراما يعني إنما بطولة 2008 وإنت أخذ 2006 يعني كنت بتأكد أن أنت عندك جيل فعلا مختلف وكان النادي الأهلي وقتها برضو 2005-2006-2007 بيلعب نائي دور الأبطال والجيل باين قوي إنما طبعا كل التوضيل لجيل 98 بس الوضع كان مختلف فأنا بالنسبة لي 98 وذكرات يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام والفترة دي في المنتخب أنا بحس أن في مشكلة كبيرة عند كتير من جيل الموجود دلوقتي معاش الفترة دي يعني ما حسش أن الوقت بتاع جيل 98 ده وهذا فحمد حسن والكرة بتلف كده تحس أن أنت يا أخي مش عارف تشيل ده من دماغك أكيد ومواجهة كوتيبوار وقتها لما كانوا بيمتازوا بالأجسام القوية جدا هو ده كان مفهومنا أنت بتلعب عمالقة والفرق البدني يعني حتى كان في بعض التروفات يقول لك أنت في اللستات كابتن جهري في الفندق كابتن جهري قابل أحد لعيبي منتخب كوتيبوار اللي هو اتخضي كده يعني نحن أن لعب دول ولكن كان الحل أن أنت تصل إلى رقلك الترجيح ده كان حلك في 98 وقتها كان نادر السيد الأمانة كان موفق جدا في هذه البطولة ولعيبي منتخب مصر كانوا موفقين جدا في التزديد ويمكن تقلق لعبين قسر يعني في جيل 98 وعلى رقصهم طبعا كابتن حسام حسن وكابتن حزم إمام سمير كامونة ياسر أدوان محمد عمار عبسطار صبري مجموعة كبيرة جدا من اللعبين وطرق مصطفى وحمد حسن مش عايزين ننسى أي أسماء لكن بالفعل كان جيل له بصمته وكان فيه التفاف حوالين المنتخب ده بشكل يبقى تصاعد مباراة بعد مباراة لأن النقطة اللي قال عليها يا فارس أن احنا أصلا ما كناش متوقعين أننا نعدل المجموعات يمكن وقتها كنا بنلعب بطولة ودية وحتى الدنيا انقلبت على حسام حسن أما أضع عراق الترجيح في بطولة ودية والصحافة كتتكلم أن إزاي ينضم فيبدأ حسام حسن البطولة ويسجل هدفين وتتوالي الأهداف ليصل إلى سبع أهداف مع بني ديكت بأم كارسي طبعا لاعب جنوب أفريقيا إن شاء الله نتمنى باب أي ذكريات لأي بطولة في النهاية نرجع بكأس هذه البطولة